بشوية بشوية نبدأ معك انتي ذكره لجارديا امن الله مميش تعادل في فترة شك ايمن ضحمين مستوي كبير خاصة في الماتش الاخير امن الله مميش مع المنتخب يقدم في مستويه محترم الحق من يكذبوش على رجل ما غلطش مع المنتخب لغلق تحت اللي عملهم مع تلاجي قيس العقوب يختار الشوام تا انه يكمل في الشوام تاعميش كيفاش تقرأ الشوهير معقول معقول كما كنت تحكي ما مميش معتا مغلطش في المنتخب معقول البوست تذيك راهو اللي تاو عنا وشار ونحكي عليا رايما لازم يشاو بحذي جماع ويعرفو سده لي ما لازم يشت تمس برشي البوست بتاقردين دويت حتى تصير بالاغلاط احنا ديما نقول وخاصة في العمر متاع وهو لازمو كوفيرتور من نوع خاص لانه هو تاو في المنتخب وناش نحكي وعد تاراجي قاعد يفيد في المنتخب ومتمكنين اللي هو حرس ممتاز باش نجيو نعملوا لاغلاط اللي هو ما تودارو عليهم هربع قاردانيات محسوب في عام سيد علي اللي كان كان ساسمه بن سعيد الليلة هو كان متاع ساساس دعمين اللي هو بعد اتناحى بن سعيد ومبعد تخلي معز حسن وبعد تخرج معز حسن اللي احنا عنا سنوات الفوضر اكثر من عامش موش من عامش دعمين اخر مرة كان اساسي فوقتها في الترنوال عملناها في اليابان شوف اسلام انا عندي فلسفة عكورة البوست الوحيد ما تقوليش زوز قاردانيات يشبل بعض من الدنيا نرجعوا بالتاريخ من عتوغة من نيلي لازموا القاردان يشد سنوات في الكاش قاردان نومر واحد يشد سنوات ومعروف البوست الوحيد اللي معروف حتى الرنبلة سنتاعة انكاد بلسور انكاد كارتان بش يكون موجود ما هوش يكون موجود كما انا قلت نرجعوا بالنسبة للدفاع نرجعوا بالنسبة للاحظة الاربع الموجودين تنقدموا تنقدموا الدفاع سير المنجي معت الدحمين برابور المستوي اللي شوفنا ما كانش يستحق يكون مع ايخوة يرجع هو والانت مع ذاكر تخير يكون فما معتها استقرار في المركز الذاك لا ننخير مميش لان اليوم عال خطر صارت اغلاط ومالكريتوه الاغلاط اللي صارت صارت في ترجري دي تونس كما قال القويا ذاكر ومبلويس ترجري دي تونسي فاز ما نهزمش ما ننساوش اللي ايمن دحمان زادت عدى بظروف صعبة وصعبة جدا في السعودية ما زال مكي عدة مباراة منتازة مع النادي سفيرسي لكن اليوم الاولوية جي الامانالة مميش خلات لي اليوم الملعب هذي في الظروف هذي انتي تلقى صحبة كان في الظروف صحبة اليوم في الظروف هذي اللي صارت له سي با تريغراف ساريفة تولمون في الميور غارديان دو مون دونا روما في باريس الجرمان الكلم الكلم سانس اكسبسيون انا نتفكرو عليش لاستابلتي كما قال خويا ذاكر وقالو الخويا نسيد عليو قال لاستابلتي ديفنسيف رو مهمة برشا نتفكرو عنا يغولوريس في الليكيب دو فرانس وفيتو تنهام هاتس بورس وقت ليغولوريس في تنهام هاتس بورس عندو ثلاث حراس مرمى احتياتيين اللي اللعبوا في الفرق القومي متاحهم معنا يوريك اللي اليوم امن الله مميش على عمره على الركنيسان متاع الفيفا كن فتور غران غارديان دو الموند فيك يلزم امن الله مميش يكون موجود وبرافو القيس اللي عقوبي دوار بري ست ديسيديان باشي اليوم احنا عناك لانا ركنيسانس عليش انتي فرجاني ساسي عسجل لك هدف ورشحنا وكل شاي تنحي على اذا كان ثم حاجات اموران انترن نلقاو حلول رو رجوع قدش لي قاد فرجاني ساسي مرجع مجيش اللي كيب ناسونال بعد ترجعوا يساجل هدفهم بعد تنحيه من القايمة اسباب الله وعلم فهمت ماذا بين يوضحونا الاشيه هذه باش خليوا الاستقرار اخطر انا انا بزوان دو جوار كاد الراوف اللي كيب ناسونال واقسموا بالله العظيمة حتى انجيوا للوسط سيمونجي نحكوا على فرجاني خلينا نتبعوا شوائي مجيش نسخ فهم بنسبك نميش الحمد لله كيغلط صارت الانتصارات كيما قلت اني مكانش اسباب في هزيمة لانو سيوتوماتيك في جنادي كبير يتنحى الزهر متاعه هو جاي في صالحه لغلاطة اللي صارت انتصر الترجع طو سيعلي فما حتى في التعليقات هذا الاسم وولف مثلا يقول لك دا حميل مثلا لعب كنزوز متشويت مع السياس معناه ملعب معندوش برشة في السقيب معناه دونك شواء معقول انه يكون معاوتها هو الجاردين فيني اليوم في المنتخب لا انا متفاق مع الوخيين ستوني ساج انديسيزيون تريساج فهمتني ولا خطر حبوا يدخلوا نوعا ما الامور متاع الفيرق والتنفس النزيه لما بين بعض الجامعيات الفوق يدوروا على الدارينا اللي مميش لغلاط موجودة غلطنا في كاس عالم مش غلطنا في مباراة لكن كلمة باية قالها ذكر هو اللي لغلاط جيت بعد انتصارات مش غلط وخسرت الجامعية لكن 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 لابده واحد باش يصلح من الاخطاء متاعه يلازم يفيد هاو الموفيد اخويا لانا شنو اللي صار بالنسب المميش هاو سهل ياسر رأيي الحكاية هو عدم التركيز سيلا كونسنتراسيون انا نتبع فيه سمعني انا نتبع فيه من اللي كان عنا في السلكسون قدي وبعد جينيور نمشي نتفرج فيه في الماتش الباقي نتفرج فيه مرة في سليمان وانا والمدربة متاعه ونجح التومي في جينيور اخويا رابحة اللي ليت متاع الاسبرانس مع الكليب رابحة دوزان في سليمان لعبوا اسبرانس الدربي لعبوا في سليمان كانت تفكروا وقتها عودوه رابحة الاسبرانس يوالي يوقف القوله بسدره ويعمل يوقف القوله بسدره ويعمل دي جيست دي مانك دي كونسنتراسيون هو خطف شوية لك لا فيه انتبع لغاليزيون ونقولوا لوراوه ونصلحوه اسمع فيه خطف في الصغرم تاعو كان عنده ماته ابو حتى حكيت مع ابو قولي حتى كان عنده لعب سقي كان خمم بين غارديان وهو مليعبي بعد اخر انه يومشي غارديان انا رانيت حتى ابوه رانيته ابوه ونعرف عقليته وحارس ممتاز وحارس خدام برشا الطاي ونلعبش في النبو كبير لكن استنتراي تريبون غارديان ونطرنر على مستوى عالي وتعوه من ناحس المدربين ايه من ناحس المدربين في لبا في اهل ترابلس قصيت علي كم الفكرة متاعك قتل يلعب سقيه كي بدى رابحه يبدى رابحه كل شيء المنكدو كونسنتراسيون يخر شوية من التركيز متاعه ويدخل في الماتهات الاخرى ونشدوه ونوصيوه فيه من اللي كان كديرا كان هو المغزاوي كان المغزاوي هو النمبر وان وهو ثاني وفي الحراسة وحارسة اخرى من القرون كان الثالث يعني باصول الباش رقم واحد مغزاوي مغزاوي كاني وصول البيت سليم بالخدمة بالانضباط اللي حاطم تاع جمعيته اللي حاطم تاع ابوه ووالده اللي حاطم فريق القومي والفرصة اللي نيلها واللي غيره مغزاوي استحفظ عليها لكن ننصحه يرد باله تركيز عاشوالدي ألعب سامبل وألعب ارتاح جدك فرصة راي فرص العمر هذه حسني حسني سمعني يا ربي قبل ما تسمعني يا سي حسني ثم نقطة ما عطيتوهش ما عنا ما عطيناهش قيمة أمانا مميش وقت لي كان اللي رمبلاسون بتاعه معز بن شريفية مينبا ايه اللي نحكيو عليهم علش خاطر عندو انسوتيان ومهم برشة الكلام اللي قلتو من لي جاء قدوم بشير بن سعيد تحب ولا تكره لا برسيان عليه بشير بن سعيد سلو غارديان اليوم اللي يمات ما عنداش برشة غورد ريال مادريد لونين ونير في بيرمونيخ عمل نفس الاغلاط معنا اغلاط حبي كور انا قوله ديما كما قال سيد علي على مانالا مميش راك تو دابور انتي 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 ديفونسور وقت لي ديجاجي الكورة في التريبيون الجمهوري سافق عليه الحارس المرمى يزمو يعمل نفس الشي لا بريس دوريسك ما هيش متاعه سورتوه انتي مكش كوارجي كبير بسقيك خليتي اللي اليوم رأوا هداي العمل اللي يزمو تخدم لان عندك رمبلاسان البرمير غارديان دول كوب ناسيونال تحبو لا تكره ايام الهنية بس منجي سمحني سيدس ايه هو الو البرميرانس البرميرانس طلع مفروع بانسير هذا بالعكس هو كي جاب احذاب بن سعيد طاح نسبيا على عمله يلزم شوية وقت حسني في التعليقات حنباع يقول بالعكس حاجة لازمة في الكورة العاصرية يكون يلعب بساقية ما هيش دليل على الاستهتار وقل التركيز هو شوف لا يبينشو الكلام الاخ في مكانه يعني يلزم يكون يعني ممتلك الكفاءات حراس المرمى وفي نفس الوقت يعرف يلعب بساقي لانه توجد في مقابلة انه في وضعياته يعرف يلعب بساقي في تخريج كورة ولا في غيره لازم يعرف يلعب بساقي مش هيتري بالبساقي هو يحبي يتري بالبساقي أنا اعتقد أولا ساع على مستوى تشكيل متئا اليوم اختيار امن الله ماميش هو قيس العقوبي في تقدير شخصي كان يريد معايير الجاهزية أو الاستمرارية يعني اختار الجاهزية يعني اختار الاستمرارية اعتقد باختيار ماميش قيس العقوبي رجح الاستمرارية على الجاهزية ليش؟ بطبع حالي يقول لك من الله مميش هو مستوى انت تعطي برد داحمان جاهز معناه اوكي ظهر مستوى محترم في المقابلات الأخرى لكنه ملعبش برشا هي قايمة الكل عشر تاكست وننشي ونرجع ولاي القايمة اللي حكي عليها قايس العقوبية وقال أنا حاولت نكون يعني منصف وقايمة من ربي وكل شيء بالضبط احتمتت على الجاهزية هو في تخديري شخصي يقول لك أنا مدام مدام من الله مميش في المنتخب التوصي مستوى يعني محترم وإيجابي نحافظ على أمن الله مميش بعكس ذلك اللي يرناه في البطولة حارس مميش ماني شمعها يعني ولدنا ومشي لأخونا صغير وابوه صديقنا مش هذين مش هذين مش ومستقبل حراسة في تقنص ولكن ارد بالك رهو الأخطاء خاصة في مقابلات حساسة لقدر الله لقدر الله كما قالت واذا ذكر إذا كان تعمل غلطة لقدر الله في مقابلة معا لشانا مع جوليباء ولا مع بيراميدز وتستسبب كما قالت واذا يهم لقدر الله والتولي راه وتعرف راه وتترجم الفريق براء وولادها وكذلك راه يهم الغلاط الجمهور صايد لا تسمحش صارت معام لعبية كبار لكن ما تسمح هو معوز بن شريفية يبيد وقدم عطاه الترجم وقدم هذا القاب لما لعبية تنسى له سليم سليم أختر بوست لا تقوى يغلط دمي سلاح الدفونسور لا تقوى يغلط إن شاء الله هي الخبرة الخبرة بيش تكتسبب الخبرة هي مجموعة الأخطاء اللي يرتكبها اللاعب أو الإنسان في حياته تقولوا عندي خبرة كيف سنعندو خبرة خاطر عمل الأخطاء ديجا إن شاء الله الأخطاء هذي تنقص إن شاء الله المنسوبة بتاعها يقتص أكثر تركيز كما قلت يا علي أكثر ثقة أكثر يعني انضيبات في بعض التصديات وكل شي حتى يتجنب الحارس مثل هذي الأخطاء أنا تقول كذا كما جيه في موشي وقت اللي وقته يا أسلام راو قد تكلفه غاليا اختار الاستمرارية له ذلك أنا متفاق إن شاء الله يجيبيننا الماتش إن شاء الله إن شاء الله نحنا راو شوف محبتنا لمميش واعتباره عنصر يعني بصراحة واعد وكل شي يعني خلنا وعنا مشاكل في اللي قردية عمنا وإلنس كل فرحنا بالمستوى اللي قدمه هو وخاصة شوف توقع خجوز ثانية خاصة عشقوا رجعنا للفرق اللي هي الفرق هي مرأة للمنتخب إذا كان لقدر الله تغلط إنتي وراك خطر بشير بن سعيد كان يخوه الفرصة في تخدير شخصي ما عشفلتها بالخبر اللي عنده وبالزاد اللي عنده وبالكارير اللي عنده إذا كان بن سعيد يخوه فرصة في الترجي لن يفوتها عن نفسه وسيكون الحارس الأساسي وبالتالي مميش مطالب بأكثر تركيز انضباط على مستوى الميدان على مستوى الفنيات ويتحاشد تلك الأخطاء اللي يعني